اهلا بحضراتكم مرة اخرى بصوا الفقرة دي بالنسبة لي تحديدا من الفقرات الممتعة جدا انا معايا واحدة من افضل الناس اللي لعبت رياضة في مصر مش بس على مستوى بطولات العالم هي بطلت عالم قبل كده في 2006 في الخماسي الحديث ولكن هي بنت وستة متطورة شطرة بتشتغل في الرياضة بتلعب العاب وبتحكم وبتعمل حياة كتيري قوي فهي الرياضية نجحة نجاح باهر ده من حيث الرياضة حيث الامور الشخصية فهي صديقة عزيزة شرف جدا بتواجدها معايا واحدة من اكبر واهم الاسماء الرياضية اللي جات في تاريخ مصر كابتن الكبير كابتن امنايا فقري بطلة العالم السابقة العام 2006 في الخماسي الحديث امنايا مشرفة ومنورة ده شرف كبير لي انا سعيدك جدا نهار ده بالحلقة دي والله وانا كمان انا فرحان جدا افبارك ايه الحمد لله تمام امورك كويسة الحمد لله ايه فينك بقى في الرياضة من بعد البطولة من بعد الانجاز العظيم ده الناس كلها مصر كلها عارفت امنايا فخري في 2006 بعد كده بقى انت فين بتعملي ايه عشان عارف ان انت ما سيبتش الرياضة فيه ناس بتاخد مدالية وسلام عليكم خلاص ما بتشوفهاش ده انت مكملة خلينا نقول ان البداية ان الحمد لله يعني من اول ما ابتديت المداليات على مستوى السباحة قبل الخماسي فكان التوقف مع السباحة توقفت لغاية البطولة الافريقية فدي كانت اخر المدالية كانت تسعة وتسعين في دورة العلابة الافريقية وقبلها كانت دورة العلابة العربية برضو في تسعة وتسعين دي كانت في الاردن وخدت فيها افضل عشر رياضين على مستوى العرب في رياضة السباحة ويمكن لما عملت بقى انا الانجازات بتاعة الخماسي الناس نسيت شوية السباح حتى دلوقتي حتوان بقدمك حتى من اخبار سوشة وبتهت بالي ماء يقبليها لكن من اول سنة الفين نقدر نقول ان دي كانت بداية صناعة تاريخ فعلا اللي انا كالنفسي وانا صغيرة من يوم ما تفرقت على الرياضة وتفرقت على الناس وبتطلع تستلم مدالية على منصات تتويج فعلا كان نفسي اخد الخط ده ويمكن الخماسي كان فرصة ان انا اعمل حاجة زي دي بدايتي مع الخماسي ان ما كانش فيه منتخب مصر انت عارف في الوقت ده للخايدات مشك ان هو يلعب بطلعات دولية فانا جاي لهم السباحة لسه اتوزة بمدالية بقى جميلة يعني ففجئت اربع لعبات جدا ده علي لازم العبهم ولازم اتمايز فيهم في وقت قليل جدا وده كان بسبب ان اللعبة نفسها تطورت ودخلت حركة داخلت اولمبياد وكانت داخل اولمبياد سني لأول مرة على مستوى السيدات ان كانوا بلعب كل الوقت اللي فده غير سيدات في الاولمبياد فاول ماداليا والمبياد للسيدات بتاعت سنة 2000 وساعتها مصر قررت ان هي تبتيت تقتحم بالسيدات جبت اول ماداليا بطولة عالم ليا كانت لتاريخي كأومنية فخري ولتاريخي لاتحادر مصري من سنة انشاءه من 74 على ايد المرهوم الهام الحسيني طبعا البطل الكبير كانت ماداليا في بطولة العالم للشباب ودي كانت مفاجأة قوية جدا اصلا مش متوقع احنا متشارك بس البطولة دي انه احنا بنجرب بزاق لا ونحط فريبانات ويحنا جبنا رابع عالم كفرق ولكن ماداليا كانت قاول ماداليا بطولة عالم وهي دي كانت المفاجأة بقى على مستوى الاتحاد وعلى مستوى وزارة شباب ورياضة في الوقت دوات وكابتن طلع جنيدي الله يرحمه والوزراء المحترمين كلهم اللي كانوا موجودين ولكن انا اخص بالذكر الله يرحمه هو شخصير لان هو كان متبنيني وانا سباح فلما لقاني غيرت الكارير كان هو من الوزارة فضل سابورت قوي جدا ومن ساعة سنة 2000 وبتقيت انت حطيت تاريخك في الرياضة الخماسي ابتقيت بقى مسؤولية اكبر سنة 2001 او مرة شاركت في طورة عالم كبار دخلت في عينال ودي ما حصلتش كان عالم الساعة اكبر وصغيرين ولاد بقى وسايدات وسنة 2002 عملت المفاجأة الاكبر جبت مادالية كسل عالم السايدات والسنة دي كانت سنة سعدي ممكن نقول لي ان هي متوازن مع نفس تاريخ ميلادي انا 2282 فكانت 222002 فزي ما تقولي التاريخ كان حلو السنة دي كانت حلو ففي نفس السنة كرمت في عام الفتاة واتكرمت من سيدة مصر الاولى وقتها واتكرمت كوسم افضل رياضيين ونقاض الرياضيين والاوسمة بقى كلها اللي تم الحمد لله منحها للرياضيين والميزة ان الوقت ده كمان اتعرفت جماهرين الحمد لله الناس عرفت ان في بطلة مصرية اسمها امنيها فخري الحمد لله عشان دايما البنات والالعاب الاخرى كمان اللي بعيدة عن المكورة دايما الاوضاع ما تبقاش عليهم كبيرة الا لو عملوا انجاز استثنائي مختلف فانت عملت الانجاز الاستثنائي فالناس بدأت تشوفك رغم ان انت كنت تعمل تمني من فترة صحيح اسبوت حصل قوي جدا في الوقت ده والاسبوت بقى كان اقوى كمان من مرحوم كابتن ابراهيم حجازي اللي ارحمه رحمة الله عليه ان هو اختار افضل اربع بنات في مصر جابوا اول مدليات على مستوى السيدات على مستوى العالم فكت انا وثلاث ألعاب تانيين رفع الأسقال والكاراتي والتايكونتو فانا كنت سعيدة جدا ان انا كنت يعني من اول اربع مدليات على مستوى السيدات مصر ان هم يوم مدليات بطولة عالم ونقتح من الموضوع ده اتكرمت في نفس السنة دي اتخرجت من كل التربية الرضية انا كده بقولك الخطين هم مع بعض ده انت كمان يعني عشان مش بس بطلة ده انت دراستك كمان لا علاقة بالغاية ليه علاقة بالظبط وكت التسعى لدفعتي فكان صعب طبعا ان انت تفضل انا كنت من الاوائل على الدفعة في اول خمسة في الاول السنة ولكن بسبب الخميسي واللعب فبقيت التسعى ولكن كان مقبول الموضوع طبعا في شوية معوقات خلينا نقولها في الاخر انا حب اسر ده الاجابيات الحلوة اه حلوة كده وجبت بطولة عالم للشباب فاحنا كده جبنا مدالية اول مدالية بطولة عالم من الناشئين ونشباب المداليتين هم موجودين الحمدلله فهذه كانت اول مدالية برضو في الاتحاد على مستوى الرجال والسيدات استمر الموضوع لغاية محاصرة اصابة قوية جدا كانت تفرج لي وكانت تسبب ان انا اتوقف خالص عن الرياضة وعن المشي اصلا يعني ممكن مكتش امشي ماشي طبيعي خالص وربنا وفقني وقدرت ان انا اعمل نفسي عليك طبيعي من فردة مانيش علاقة بالاتحاد مانيش علاقة بحد ومنها فخري مع اصرتي ومع الاسرة الطبية اللي كانت في اصرتي وانا بشكرهم كلهم انهم كانوا كلهم دعم لي هاوف هنا شوها سيبك تسريدي تاني طبعا بس الحاجات دي بتفرج معا جدا الانسانين عشان الحاجات دي ممكن نشوفها في افلامه مسلسلات صحيح اللي هو بطل بياخد مدليات صحيح وفجأة بيحصل له اصابة كبيرة ممكن تأثر على حياته طبيعية بشكل عام مش بس الرياضة صحيح الفترة دي بقى عشتها ازاي فترة الاحباط وفترة الخوف وفترة الرعب ولا عشتها من ناحية ايجابية وبصيت على امور ايجابية الاثنين الاثنين انا كنت مدية جدا لان كان في ضغط من بعض الاشخاص جوه المنظومة بتاعتنا يعني جوه منظومتك وده طبيعي نتقال يعني مش كل حاجة دايما بتبقى بس لكن في ناس ممكن ما تكونش حابة ان انت كنت بتجري الجريدة كله فعملوا كانوا سبب في الاصابة دي بلاس ان الكلام ابتدى ان انت ما كنتش انت كابتن فريق بقى ده ابتدى الخبط فيك لأ انت لو عايزة ترجعي تاني لازم تحققيني نتائج معينة لا معنى كنت كابتن فريق ده انا العاملة الحمد لله يعني نتائج ما ينفعش نتكلم فيها فاتحطيلي زي معوقات ولكن انا خدتها كحطوات ايجابية وحافظ ليا استغلت الوقت ده وقت ان انا ابتديت في الماجستير بتاعي من اول ما كنت تخرجت لغاية الوقت ده بس ركزت اكتر في الماجستير وخليت عينة البحث بتاعتي اللعيبة الدوليين اللي هما اللي انا كنت باشترك معهم الروس والامريكان والطلينة كان كلهم رفضين يعملوا اي قيسات مع اي حد كان بيحاول يشتغل معاهم لكن الحمد لله لما انا اللي قلت فالناس وفقت فكنت بحاول الاقي نقط ايجابية ادعم بيا نفسي مع اللعيبة وانا انا ارجع في نفس الوقت بقوة اطلب مني رقم لو ما حققتوش فانا مش هدخل المنتخب تاني فده كان كلمة صعبة قوي علي انا طول حياتي من وانا عندي تسع سنين او عشر سنين في منتخبات مصر الحمد لله سواء تنبقى ليه المائي او السباحة او الخماسي في الاخر فكان هدف ساعتها ان انا جبت الرقم بالزبط بالثانية بالزبط ودخلت المنتخب والتحدي الاكبر ان هما نقلوني لأ انت عندك بطولة عالم للجري والسباحة طبعا اصابة في رجلي فانت كده بتحطيلي اكبر معوق يعني حتى ما فيش ثلاث لعبات هاتشيني بتعجزني المفاجة ان انا روحت جبت اول مادة ليت بطولة عالم برضو المصر في السنائي وده كانت في موناكو وفي فرنسا بعد الاسابة بعد الاسابة برافو فدي يعني بص يعني هي دي كانت اكبر برافو دي كلمة اقل بكتير من الحقيب الحمد لله الحمد لله بس برافو هي دي كان معوق ان انت بنت جوا المنتخب عامل نتائج اثنين ان انت كنت واقف لهم حطولك معوقات وانت بتعديها فدي كانت حافز وفي نفس الوقت هي كانت معطلة شوية ولكن خلينا نقول يمكن لو ما كانتش المعوقات دي موجودة ممكن ما كنتش حققات اللي انا حققته ولكن كان ممكن برضو كنت تجري جري اكبر من كده شوية جينا التحدي الاكبر لان انا كان حصل لي اصابة للحصن وانا في التأهيل بتاع 2004 فكان التحدي ان انت تتأهل بقى 2008 في بيكين انا كنت حبل التأهيل بتاعي يبقى مختلف شوية لان في البطول الافريقية حصل مشكلة في التمانجة بقى افتح التمانجة لقيتها مفكوكة فما يعلينا يا جماعة خلاص الافريقية ما فيش مشكلة انا مش عايزة اتأهل عن طريق الافريقي لان افريقيا بالنسبة لنا في الخميسي عددنا مش كبير اصلا يعني تعريبا احنا كمصيرين بس المناتها ما نفس مع بعض فقررت ان انا اتأهل عن طريق التصنيف العالمي او ان انا اجيب مدلية بطولة عالم خلال السنين التأهل وربنا وفقني ان انا قدرت احط اسمي من ضمن افضل 15 لعبة على مستوى العالم يقدر اتأهله للأولمبياد عن طريق الرانكينج لست ودي كتت اصعب خطوة خلال بقى الفترة بتاع التأهل دي عملت ستاب قويل هي اكبر مدلية كانت موجودة في الاتحاد لحين ان حصل مدلية ما شاء الله دلوقتي اللي هي مدلية بطولة العالم الكبار 2006 في كواتيمالا ودي كانت اشادة من الاتحاد الدولي ان اول مرة مصر تقف على البوديوم للبطولة العالم الكبار سواء على رجال او سادت وانا حصيت في الوقت ده ان انت اديت خطوة ايجابية لكل لعبة مصر يا جماعة البوديوم مش بعيد المنصة تتويج سهلة علينا كلنا ان احنا نقرب لها لو اجتهدنا وعملنا مجهود قويل وخلصت في 2008 تهيلت الأولمبياد روحت الأولمبياد كنت خامس بعد الرماية الدروب الحصان الحصان كان قابلية بيوم مؤع الولد الفرنساوي وفجئنا احنا الثلاثة الثلاثة بنات اللي كانوا في صحاب القرعة وقعوا لكن الحمدوها ما ققتش التأخير لكن اصبحنا لعبة أولمبييين خدنا الروح الأولمبية ورجعت قابلتك وعملنا برنامج حلو وابتديت بقى خط جديد او سلك إداري جديد السلك الإداري ان انا كنت عضو مجلس إدارة اترشحت لعضوية مجلس إدارة نادي الشمس كأصغر لعبة تدخل في مجالس الإدارات على مستوى مصر كلها واخترت الخط ان انا اكون ازاي تزيل المعوقات للناس اللي وراك في الحاجات الإدارية اللي انت كنت شايف انها كنت بتقف وده كان تارجت كبير بالنسبة لي من دلوقتي بقى بتعملي ايه دلوقتي انا عارف انت بتعمليك هزا حاجة وانا بس هقطعك في حاجة المقدمة اللي كنت بقولها على امنية فخري كابتن امنية فخري هو سبب اللي بتسرده ده واللي لسه هتسرده بعد كده انا قلت اكي في النص بس ان احنا بنتكلم مع رياضية مصرية كبيرة مش بس مجرد لعبة حصدت مداليا او عملت بطولة وهي بطلة بالتأكيد بس هي رياضية بتفاصيل كثيرة متفرعة واشتغلت دراستها عن الرياضة ماجستير عن الرياضة اداءها ولعبها في اكتر من اللعب ولسه اسمها وليعب كمان اخرى اشتغلت عليها ومنية فخري وفي الفترة الحالية ما شاء الله يعني احنا بجد فخور بك يعني فخور كمان اللي انت موجودة معي ده انا سعيدة ان احنا وصلنا للأيام دي وبنعمل بردو بروغرام جميل طيب دلوقتي بقى بتعملي ايه لما جيت خلصت للماجستير خدت التدريب خدت الدكتوراه ادارة عملت رسالة الدكتوراه بتاعتي في الادارة الرياضية عن ازاي تعمل جودة للمؤسسة وتقدر تحافظ على المدرب واللاعب ان هما يفضل في افضل امكانيات فيمكن دراستي للدكتوراه مع الماجستير ساعدتني بان انا اكون موجودة درست في كلية سبع سنين وبعدين تعينت في وزارة شباب الرياضة في وقت اللي كان موجود فيه كابتن طهر ابو زيد كوزير للرياضة وبقيت من ضمن الاستفل موجود في وزارة شباب الرياضة ايما كان وضعك بقى فانت بتحاول تبقى عنصر ايجابي بكل الخبرات السابقة اللي انت كنت موجود فيها ولكن الجزء اللي مش يعني وظيفي ان انا حبيت اخد برضو الخطوط الرياضية انا خدت دورة في الاكاديميات الاولمبية وبقيت من ضمن مجلس ادارة الايوبا اللي هي تابعة للاكاديميات الاولمبية اللي هي مساهمة في نشر الحركة الاولمبية على مستوى العالم كنت الـ المفروض على مستوى العالم اللي بتصل بكل الناس اللي عن مستوى العالم عشان نقدر نوصل الحركة الاولمبية للناس وتعرف الناس تعرف ايه هي الحركة الاولمبية ايه مغزاها مش ان انت بس تروح تجيب مدنية ولكن ازاي تعيش الروح الاولمبية ديت وتعرف يعني ايه انت تنافست لغاية ما توصل للمجال ده ده خط خط تاني ابتديت مع طبعا منتخب الخميسي جالي وقت من الاوقات قبل ما اشتعرف وزارة شباب الرياضة كنت مدير منتخب الشباب اللي كان سافر سنغفورة وكنت سعيدة ان هم عمل نتائج جميلة جدا وحاسيت فعلا ان انا كان لها دور مؤثر ولكن ما كملتش الخط دوت اتجهت ان انا رحت رياضة جديدة خالص اسمها الكنوي كاك هي لعبة اولمبية انفصل اتحادها عن اتحاد التأديف سنة 2009 ولكن انا انضميت ليهم مؤخرا دور التدريب ودور التحكيم اساسي واخترت الخط التحكيمي فيها فبقيت حكم درجة اولى وممتاز وبقيت حكم دولي للأسيو بي اللي هي التأديفة ده جميل خلص على كل اللعب ناخدك معنا في الالعب ايه مشكورة بس انا في تجديف تمام انا جدف واخدنا بعد كده حبيت ارجع انا بقى كرياضية لعب تاني فانا بشكر كابتن امين امين وبشكر كل ادارة النادي الاهلي تلعبي كمان اه دلوقتي اه لسه الاسبوع اللي فاك كنت في بطولة الماستر اسادزة السماحة انا لسه مخلفة بنتي اربع شهور ليلة فكدت هي دي المفاجئة للناس ان انا كنت بلعب الاول لعبت البطولة السنة اللي فاتت وانا حامل سبع شهور فيها وبعدين لعبت وانا مخلفة وهي اربع شهور فهي دي يعني انا بعتبرها احلى من الماديليا ان انت وعندي بنتين كمان عندي سنين واسية انا ليه سألتك السؤال ده طبعا حاجة شخصية عظيمة ربنا احفظهم لك انه انت بعد كل ده بعد العيشة الاسرية الخاصة دي ممكن تولي لقى خلاص كفاءة الرياضة بقى ده انا كده عملت كل حاجة في الرياضة قفلت الالعاب مش الدعب احنا نقول قفلت الالعاب بس انت مكملة صحيح لازم لازم تبقى حيثة هي المشكلة لما بيبقى الواحد خلاص نقى خط في حياته وبيحول كل اتجاهاته ان الحياة كلها تبقى ماشية في الاتجاه ده يعني بيصبح هدف ليك في حياتك ان انت مش بس تبقى لاعب لأ ازاي تساعد غيرك وانت لاعب ان هما يبقوا لعيبة وده انا نجحت فيه لما كنت عوضولك لانت لعبين في الاتحاد الدولي وده كان من الانتخاب وكنت سعيدة جدا ان لعابة العالم هم اللي اختروني ان انا ادخل احط اسمي وهم اللي رشحوا اسمي فانك تؤثر في الناس دي حاجة قوية جدا كنت سعيدة جدا ان انا كنت مؤثرة سواء في العابة الخماسي او السباحة اللي طبع ناتي شمس اللي انا كنت اقول مجسد درافيه ده بيبقى ليك دور فيه وكلما بتغير مجالك وبتدخل في حاجة جديدة بتحس ان انت لأ الرياضة مش مش رسالتك ان انت جيمة ديليا بس لأ ازاي تخليها اسلوب حياة للناس اللي حواليك صح بطريقة عملية مش كلام بس صحيح وانك تبقى فعلا خاري سفير للرياضيين احنا كرياضيين كان فيه ناس كتير تقولك لا ما يقدروش يبقوا موجودين في مجالات كتير يعني متقدرش نموجودين في مجالات اقتصادية سياسيه لا احنا انا درست في الاكاديمية الاكاديمية العسكرية اكاديمية عسكرية اكاديمية ناصر العسكرية دخلت أخذت دوره سعيت واررا ان انا ازايك اخذ دوره جو أكاديميات النص العسكرية عشان يبقى عندي باكراوند كمصرية أنا بدعم نفسي كنت سعيدة جدا لما بتاعت عملت اللي هي الأكاديمية الوطنية للتأهيل الشباب أنك من ضمنها أن أنت بتعمل ده يمكن إحنا جلنا فاتوا الشغل ده لكن إحنا بنينا نفسنا في الحاجات دي وسعيدة أن فيه أجيالي بتاعت تأخذ الخط ده وقت باشي نقول حاجة نسلسة ده مش هادية ومنها كمان بجالب أنها شطرة كرياضة هي ألمية شطرة كمان طرف تقدم زي ما انتم شايفين كده أنا أنا أعد أتفرج وبستمع زي حضراتكم بالزبط ومستمتع للغاية ما كانش نفسي كمان الحوار ده يخلص عشان أنا أقاعد حقيقي مع بطلة حقيقية بطلة بالمعنى الحرفي للكلمة بطلة في اللعبة بطلة في الرياضة وبطلة في حياتها الشخصية حقيقي شرفتيني ونهورتيني يا أمنيا والله والحوار طار طار جري بسرعة جدا أنا سعيد النهار ده جدا جدا شرف كبيل diye وإن شاء الله تتكرر كتير تتكرر كتير كابتن أمنية فقري كان ضفت في هذه الفقرة عشان تبقى نموذج عظيم جداً لكل بنت مصرية تحب الرياضة أو تحب تبقى موجودة في أي رياضة ويبقى عندها طموح متكدد وهنفضل نقول مرة أخرى عمر ما كانت الرياضة بالنسبة للبنت في صلة عن بيتها وحياتها الشخصية أم ثلاث بنات لسة مخلفة بنت كمان بتنزل وبتقوم وبتسابق وبتلعب رياضة وبتعمل ماجستير بتعمل دكتوراه ودايماً نجحة في كل شيء في حياتها فده النموذج المثالي لمرأة مصرية رياضية رائعة دي أمنية فخري